صباح الخير كيفك دكتورة يارا؟ أمنين عنك شكراً كتير مشاني اليوم صباح الخير صباح الخير دكتورة يارا بدنا نحكي عن البروتينات وفائدتها بشكل عام البروتينات كتير مهمة بكل وزائق في الجسم لبناء الانسجة وبناء العطلات كمان الترميم الانسجة التالية فتدخل بتركيب كتير من الهرمونات من الانزيمات فإزاً هي كتير ضرورية لكل وزائق في الجسم الفرق بين البروتينات النباتية والحيوانية هي بالأحماض الأمينية البروتينات الحيوانية في كل الأحماض الأمينية البروتينات النباتية ناقصة بعض الأحماض الأمينية البروتينات الحيوانية طبعاً منلاقيها باللحوم بالأسماك بالدجاج بالحليب ومشتقاته وبالبيد البروتينات النباتية منلاقيها بالبقوليات مثل الحمص العدس والفول منلاقيها بالمكسلات بالبزور مثل التشيا سيد منلاقيها كمان بالحبوب مثل الكنوة نصيحتين للأشخاص النباتيين حتى يحصلوا على نوع بروتين عالي أن يمزج مصادر البروتين النباتي مع بعضه مثل البقوليات مع الحبوب دراسات كتير أكدت أن البقوليات والبروتينات النباتية بتساعد على الشعور بالشبع وتأخر شعور الجوع وبالتالي بتساعد على المحافظة على الوزن والوقاية من العديد من الأمراض بتعطي نصيحة للرياضين أن يحاولوا يبتعدوا عن المكملات البروتينية اللي بياخدوها بالنواد الرياضية لأنه بيقدروا ياخدوا كل حاجتهم من البروتين من الغزاء في دراسات أكدت أنه لما ناخد أكثر من حاجتنا من البروتين هذا الشيء ممكن يرهق ويعمل عبء إضافي على الكلا المكملات البروتينية ممكن استعمالها للأشخاص الرياضين المحترفين يلي بيعملوا رياضة كمهنة ولكن مو للأشخاص العاديين في كتير بالأسواق الأنوجي درينك أو مشروبات الطاقة يلي هي غنية بالكافيين وبالسكر للأسف كتير من الرياضين بيعتمدوا عليها ولكن هي غير ضلورية أما مشروبات الرياضة للسبويتس درينك اللي بيعتمدوا عليها الرياضيين فهي تركيبة مختلف تماما تحتوي على الشوارد وممكن تعود السوائل بالسباءات ولكن كل هاي المشروبات غير ضرورية للأشخاص اللي ما بيمرسل الرياضة بشكل احتلافي لأنه نحن مقدر نعود من الغزاء ومن الماء نصيحة أخيرة بدي أعطيها أنه كل الأشخاص يجربوا الدخل والبقوليات والبروتينات النباتية على نظام الغزائي لأنه كتير بتوقي من الأوراد وبتساعد على إطالة الأمر وهي كان موضوعنا لليوم إن شاءنا دائما بيضلوا بصحة وعافية وبشوفكم الخليسة جاي بموضوع جديد ونصايح جديدة شكرا لكم وشكرا إليك سلام